فزوجت مخطوف له مغيب يعني لك عصابة خطفتة لهو مغيب غايد يعني بس ما تعرفون بي وين يعني ما نعرف بي وين يعني هو نخطف من الطريق أثناء عودت من الدوام دوام بالمدائن بالمدائن شي يشتغل يشتغل بمرقد سلمان المحمدي يعني شنو حارس بالخدمة مع المرقد لا 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 نائب الأمين الخاص للمرقد نائب الأمين الخاص للمرقد اسمه اسمه يما اسمه اسمه عبدالرزاق حسين من يا عمام والله احنا هي هاي العملت بينا اللي عمام هاي هو انا شيئية يعني احنا شيعة كلكم عراقيين حتى هو شيئي يعني زوجي مو مرحب بسمي يا عمام كل عراقيين يعني أنا من الناس لا أنا همني أمي اسمحي لي أمي أنا همني تحر في ليش لأنه من يطلع واحد مثل هذا الحويت وغيره ويتهم يقولي يريد يطلعون لرهابية الدواعش يريد نقول له مو دواعش قانون العفو العام مو لدواعش هو لو حاج عني لا مو لدواعش ولله يا أمه هو وغيره إذا يدعي نفسه شيخ لا 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 أجيب عقاله ولف على القبته وأسحب أنا المواطن المواطن ولو أفندي لا أسحب من رباطة وجرة أسوي ليها رشوة ما الهوش لأنه احنا جاينا نستهدف الأبرياء والأبرياء سنه شيعة وكرده عرب و تركمان مو بس من جهة وحدة القانون يستهدف الجميع فيما أني هم نسمحهم من يا عمام فضل يا عمام هو غراوي والنعم والنعم غراوي والجنسية مكتوب يعني ساعد يعني الغرة يرجعون من الغرة ومن السواعد هم عمام وإن شاء الله زودهم وعزهم وكرمهم وبطولتهم معروف شنو قصة يما زوجة تحكيلي بس احنا والله مو طائفيين يعني هو ما يحكي بالطائفية ولا نحب الطائفية ومن واخد يما ما حراك حقيقة عند طائفية لذي يقولون الأسباب الأسباب طائفية لا والله مو كنا عايشين يعني عايشين كنا ما حد يعرف هذا من يا طائفة وهذا من يا طائفة والله العظيم هاي بعدين حتى كنا ما نعرف وحنا بذلك الوقت يعني الحمد لله يعني هو انخطف فيه زمن ما كانت الطائفية تقريبا يعني نقول تقريبا يعني حسب الإعلام والها يعني السيطرة عليها يعني انتهت بالالفين وستطعش أربعة تسعة الفين وستطعش هو انخطف نعم أثناء عودت يعني هو جاي من ما عنده أي يعني الحد الآن أنا لغز يعني حتاريت وغير يعني اختفاء وخطفة ما أعرف على شنو السبب يعني ماكو أسباب لا هي طائفية لا هي أسباب عنده أعداء لا عنده شي يعني هو إنسان كلش مسالم وإنسان واصل إذا واحد يسأل عنه يعني يعجز اللسان عن وصفة مااني لأن زوجت وأحد شي هجبي اسأل يعني أي واحد يسأل عنه وشوف يقولون عن أبو أمين